كامونتير شفت بنفسك الضغوط والتحديات اللي بيعدي منها وبيواجهها أغلب المخرجين يعني ممكن الورق يبقى حل ومختلف لكن اللي بيوصل لك الأدتروم أو صالة المونتاج واللي بيطلع الشاشة بيبقى شيء مختلف تماما عن الرؤية الأصلية للكاتب أو المخرج هل ده شيء خوفك ولا بالعجس شيء خلاك تبقى متمسك أكتر بفكرة أنك يوم ما حتعمل أفلام حتعمل أفلام برؤيتك الخاصة الحقيقة شغلي كامونتير أعتقد أنه خلاني أبطل خاف لأنه أنا شفت الخوف بيعمليه في صناع سينما شديد الموهبة وكانوا بيجوا يعودوا يشتغلوا معي ونعود نشتغل ومع الوقت بلاقي أن الخوف بيتسلل للمشروع وبيلاقي أنه ابتدى المخرج يبقى خهيف طب هي الناس هتفهم طيب لا بلاش بقى طب تعالي نشيل شوية المشاهد دي لأ أنا حنايت تصوير المشاهد دي بصورها بشكل أبسط وشكل أعتقد أنه هو أكثر كسلا كمان ولاقي نفسي بدل ما أنا ما كنت شغال إديتر أو منتير في بروجيكت أنا كنت حبه وشايفه زكي وشايفه فيه خطوات قد كده زكية بلاقي نفسينا بنرجع وراء بنرجع وراء ويفضل مشروع يصغر 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 لحد ما يبقى شيء يعني متواضع جدا وفضلت التجربة دي متكررة وبقيت عارف كويس أنه من أول محد ما بيدي لي سيناريو وبقرأ السيناريو وبقول قد كده دي حيبقى فيلم بديع بس بقيت بقتل توقعاتي وبقول لأ السوق حييجبر الناس ديت أنها متشتغلش بالشكل ده وأنها تختار الاختيارات السهلة والاختيارات المعروفة يعني بلاش السهلة ده علمني أنه من أول مرة أنا معايا كاميرا ونازل أصور أول شط فيلمي أنه لأ أنا مش أخذ الاختيارات السهلة أنا حاول أعمل حاجات زي ما أنا ما شايفها وزي ما حسسها وحاول ما خليش الخوف هو اللي يسيطر علي أو الخوف هو اللي يحركني حراهن بس على أنه الحدوتة صدقة الحدوتة فعلا أنا بحكي للناس الحاجات زي ما أنا ما شايفها والرهان ده هو اللي بيقول لنا لو لو حيؤدي إلى حاجة ولا لا لنختار تتعمل